السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فيش احلى ولا اجمل ولا اطرع من القرص اللي احنا كلنا بنموت فيها ونأكلها في اي وقت واي وقت كده حسين ان احنا جعلين ناخد في قرصة دوائر مدن ما فيش احلى ولا اجمل من كده القرص بقى البلدي بطريقة سهلة جدا وجميلة بصوا عاملة ازاي يا جماعة وطرية وهاشة وقلبها بجد بصوا يا جماعة بقى نفتحها كده مع بعض يخربي على الجميل بقى عجينا سهلة جدا وطريقة اسهل وطعم اللي وقاوم حاجة كده طحفة نقدر بقى ناخدها الشغل نحطها في اللونش بوكس نعمل فيها كل الاختراعات هجيب عندي كوبايتين لبن احط عليهم معلقة ونص كبيرة خميرة ومعلقة ونص كبيرة سكر قلبهم كويس جدا بعد كده كيلو دقيق حطيت عليه معلقة كبيرة ونص بيكينج بودر وثلاث معالق كبار لبنيد ونزلت عليهم بكوباية زبادي بلدي وحبت خلي صغيرين وبعد كده كوباية زيت ونزلت عليهم بكوباية اللبن بعد كده بقى قلبت كويس جدا للعجينة وصبتها تخمر بقى يا جماعة كده بصوا ما شاء الله اللهم بارك خمرت عندي اول ما تخمر ابدأ ان ارا كده قلم لمها كويس وابدأ بقى ان انا اقطعها كور كده زي ما انتوا شايفين احطها كده جوا بعضها كورة لحد ما زبطت تبقى كورة كده مستوية ولولي ليه عشان ذي اللي هعملها القرصة تقدري بقى تفرضيها في ايدك او تحطيها في الصوجة وتدوسي عليها اي حاجة تفرضيها باي حاجة عندك هاتف كوباية بشكل اي حاجة سهلة بس انصب طريقة زي ما انا قلتلك ان انت تحطي الكورة في ايدك وتقومي دايسة عليها بكفة ايدك من تحت ومش بسوابعك من فوق وتحطيها بقى تخمر كده بصوا ما شاء الله عالية ازاي قبل ما دخلها الفرن اقوم خرموها كده ثلاث اخرام من فوق باي حاجة عندك خلا اي حاجة تقدري تخرميه بيا عايدي وزي ما انت شايفين كنت بخلص كل العجينة ودخليها الفرن تلت ساعة بالزبط وممكن تشغليها شوية شوية بقى بصوا بقى جماعة جميلة ريحتها اصلا بتدوغ كده بتخليك عايزة تأكلي الطبق كله حاجة سهلة وسريعة وجميلة جدا الفهنا وشايفة امتنش في اللايك وشير وسبسكرايب يا خروبي عالجمال اشتركوا في القناة